موسيقى السلام عليكم يوما بعد اخر تترسخ القناعات عند الشعب العراقي وقواه الوطنية والشعبية في ان الدستور الحالي هو جذر كل المشاكل والكوارث التي حلت بالعراق بعد عام 2003 حيث تضمن هذا الدستور الذي مرر في عام 2005 بمقاطعة العرب السنة العديد من الالغام القابلة للانفجار في اي لحظة كما انه كان دستورا تقسيميا تفتيتيا لشعب العراقي الذي تعاطى معه كمكونات وليس شعبا واحدا بهوية وطنية جامعة وبرغم المسؤولية الكاملة لهذا الدستور عن المصائب وحالة الانحطاط العام في العراق الا ان من كتبه واعتمده ما زال مصرا على تمسك به برغم كل الحديث والوعود عن تعديل بنوده الاشكالية والخطيرة اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة عن الدستور الحالي ومخاطر التمسك به بعد 15 عاما على تمريره من قبل الاحتلال الامريكي وقوى العملية السياسية والتي سيكون معنا فيها في الستوديو الكاتب والباحث السياسي احسين السبعاوي وايضا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الوستاذ مصطفى كامل ومن الاردن عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي قبل البدء بمناقشة محاور هذه التغطية نتابع وإياكم هذا التقرير في محاولة لإضفاء شرعية مزيفة على الاحتلال الامريكي للعراق عمدت سلطة الاحتلال ورئيسها سيء الصيت بول بريمر على تشكيل لجنة لكتابة دستور للبلاد شكل لاحقا أساسا للمشكلات والأزمات التي عانى منها العراق وما يزال الدستور الذي يمثل أهم وثيقة في حياة الشعوب والقانون الأساسي لسن جميع القوانين الأخرى والعقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة الحاكمة من المفترض أن تهيئ كل الأجواء لكتابته بنجاح كالاستقرار السياسي وتوافر الخبرة والاختصاص لدى القائمين بإعداده وكتابة مسودته وأن يمنح الوقت الكافي لإنجازه دون استعجال ما حدث في كتابة دستور ما بعد الاحتلال ومن ثم تمريره في التشرين الأول من عام 2005 افتقر لكل عناصر النجاح تلك حيث جرت كتابته في مرحلة الغليان الشعبي ضد الاحتلال ووكلائه الذي نجاء على ظهر دبابته والفوضى والتحولات السياسية والاجتماعية المتسارعة التي شهدها العراق مع إرهاصات دوامة الصراع الذي حارص الاحتلالان الأمريكي والإيراني على إدخال العراق فيه لجنة كتابة الدستور التي تشكرت من 75 عضوا وفق نظام المحاصصة الطائفية كانت الخطوة الأولى لترسيخ هذا النظام الفاشل فلم تكن هيئة من الخبراء بالقانون المطلعين على نماذج من دساتير الدول الاختلفة في العالم ولهم فهم عميق بتاريخ العراق ومبروثه السياسي والاجتماعي بل كانوا مرشحين لأحزاب مكوناتية قاموا بكتابة دستور مليء بالثغرات والأخطاء حتى في صياغة فقراته فقد غلبت اللغة الإنشائية المشحونة على دباجة مطولة ذات صبغة طائفية وجاءت فقراته متعارضة بشكل صريح مع شعارات الحرية والديمقراطية التي رفعها الغزاة وداعمهم كما احتوى على مشاكل كثيرة ما لبثت أن ظهرت على السطح مثل قضية الأقاليم ودور الحكومة في السيطرة على الثروات الطبيعية وإنشاء العلاقات الخارجية وغيرها الكثير دستور كتب على عجل بسبب رغبة أمريكية بالإصراع في تبيض صفحتها الملطخة بجرائمها في احتلال العراق وتدمير بلد وسفك دماء أبنائه تحت ذرائع لم تلبث أن انكشف زيفها ليأتي الدستور بكل ما حمله من ألغام ويجسد معضلة كبرى في المشهد العراقي المتفجر بالأزمات أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نناقش في هذه التغطية الذكرى الخامسة عشرة لكتابة الدستور الحالي المليء بالكوارث والأغطاء نرحب مرة أخرى بالأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي أستاذ حسين مرحبا بكم أستاذ حسين لنبدأ أولا من كتابة الدستور يعني عكفت لجنة مؤلفة دعني أقرأ لك الأرقام هنا هذه اللجنة مؤلفة من 28 عضوا من أحزاب شعية مختلفة و15 عضو من أحزاب كردية ثمانية من أحزاب مدنية وشعيعية تيار رئيس الحكومة الأسبق أياد علاوي فضلا عن أربعة أعضاء يمثلون المسيحيين والتركومان والآشوريين واليزيديين بينما غاب السنة عن كتابة هذا الدستور لكن هنا هل غياب السنة يعفيهم من المسؤولية أستاذ حسين بداية تحية لكم وللضيوف الكرام ولمشاهديكم على عزاء يعني أول شيء قبل ما ندخل في تفاصيل موضوع الدستور وكتابة الدستور علينا أن ندرك متى كتب الدستور هذه أهم فقرة كتب الدستور في زمن الاحتلال كل ما يترتب في زمن الاحتلال هو باطل لأن الاحتلال هي السلطة النافذة كانت على العراقين بمعنى كتب الدستور في وقت كان العدو هو الذي يسيطر على أجواء الساحة العراقية هذا هو الذي يبطل كتابة الدستور أي أن كانت قد يجوز مواد نتفق من نختلف في نصوص الدستورية نتناقش في هذا الموضوع لكن متى كتب؟ كتب في زمن الاحتلال وهذا الذي يبطل شرعية الدستور ما بعدها ممكن نتناقش في كثير من الأمور أما هذا النقطة الذي يجب كتب عام 2005 أتم صوت عليه تصويت كان مرفوض من قبل العرب السنة بدأ العمل به بداية 2006 لكن كل هذه الفترة لم تكن هناك معاهدة أمنية كما يراد لها أن تفتح إلى نافذة حتى تشرعينها الاحتلال متكامل بكامل أركاني هذا الذي يجعل الدستور باطل ليس من كتبه ومن اختلفت معه في نص دستوري أو اتفقت معه على نص دستوري لأنه كتب في زمن الاحتلال الاحتلال لا يحق له أن يكتب دستور لبلد أنا أكتب دستور للشعب العراقي يجب أن يكون الشعب العراقي صاحب سيادة وأن يكون مرتاح ومن ثم أتي بالناس الاختصاصيين مع السياسيين مع جميع مكونات الشعب العراقي وأكتب دستور يصلح للشعب العراقي لكن أن تكتبوا في زمن الاحتلال هو هذا الباطل هذا ما لم يعترض عليه الكثير هذه هي أس المشكلة ننتقل بعدين إلى السؤال أنه غياب العرب السنة منذ بداية الاحتلال وريد الاحتلال تغييب العرب السنة من المشهد السياسي ولكن أراد أن يكون بعض الأسماء لترقيع هذا المشهد فقط ديكور لم يكن للعرب السنة أي دور لا في كتابتي العرب السنة هم من رفض الدستور في التصويت المعلوم هذا ما يختلف عليه أي اثنين أكثر من ثمانين بالمئة صوت العرب السنة بلا نعفيهم من المسؤولية لا لا نعفيهم من المسؤولية العراق بلد الجميع أي عراقي لا يعفى من المسؤولية فكيف بمكون أصيل والاحتلال جاء بحجة باطلة وأدخل بدعة في العمل السياسي في العراق بأن هناك أغلبية وهناك أقلية لم يعتمد العراق في جميع تعداد سكانه على الطائفية في تعداد السكان فلا يوجد لا أكثرية ولا أقلية داخل الشعب العراقي الشعب العراقي متحدد المكونات الهوية العراقية وهوية الوطنية هي التي يعني تعلن انتمعك لهذا البلد بغض النظر عن قوميتك وطائفك لكن لا يوجد تعداد يثبت فلان أقلية وفلان أكثرية المقصود تغيير العرب السنة من المسؤولية السياسية من أساسات الدولة أنتقل بكلامكم إلى الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجوهات نظر عبر سكايب أستاذ مصطفى مرحبا بكم حياكم الله وحيا ضيوفك الكرام ومشاهديك العزاء أستاذ مصطفى محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة بالمرتبة الأولى للرافضين لهذا الدستور بنسبة 88% لكن اعتبر الدستور نافذا بالقبول جراء الاستفتاء الذي أشرفت عليه القوات الاحتلال الأمريكية كما تفضل الأستاذ حسين لكن وسط هذا الرافض من هذه المحافظات هل يعتبر أن الدستور قد حاز على الشرعية السلام عليكم النقطة البالغة الأهمية التي يجب أن نركز عليها جميعا نحن مناهضو الاحتلال ومشروع الإجرامي في العراق المسمى بالعملية السياسية أن الدستور كتب في زمن الاحتلال الأمريكي للعراق وتحت وصاية الحاكم الأمريكي للعراق وبالتالي لا يحق لأي قوة احتلالية أن تغير قوانين البلاد التي تحتلها ولا أن تنشئ دستورا ولا أن تصنعها أو تنشئ عملة جديدة في البلاد هذه قضايا أساسية وجوهرية في القانون الدولي وفي العرف السائد في العالم حتى في منطق الاحتلال وأنا أؤكد على منطق الاحتلال يعني بصرف النظر عن شرعية الوجود الأمريكي أو عدمه ونحن نعتبر أن ما حصل للعراق كان غزوا وعملا عدوانيا إجراميا إرهابيا غير شرعيا على الإطلاق لكن حتى في إطار وصف الاحتلال المسيطرة على العراق لا يجوز لقوة الاحتلال لا أن تغير القوانين ولا أن تضع دستورا جديدا ولا أن تنشئ عملة تسك عملة جديدة للبلاد والذي حصل في زمن الاحتلال الأمريكي تغييرا للقوانين وسكن لعملة جديدة وإنشاء لدستور جديد كتبه الأمريكي الصهيوني نوح فلدمان ولم يقوم العراقيون بين قوسين العراقيون لأنهم عملاء لا يمتون إلى العراق بصناء إلا بقدر حملهم لهذه الجنسية العراقية دون الولاء هؤلاء قاموا فقط بترجمته وإضافة مطامعهم وشكوكهم وهذه قضية بالغة الأهمية الدستور الآي التساتير في العالم لا تكتب في أوقات الأزمات بينا أنها لا تكتب في زمن الاحتلال لا تكتب في أوقات الأزمات العراق لم يكن مستقرا العراق كان خاضعا للاحتلال فيه عملية مقاومة شديدة وخاصة في المدن والمحافظات التي رفضت هذا الدستور وبالتالي لا يمكن تحت أي منظر ووفق أي قاعدة أن يجري كتاب الدستور والتصويت عليه في حالة عدم استقرار يعني الدستور تكتب بزمن طويل الدستور الأمريكي كتب على مدى عدة سنوات وكذلك الدستور المستقرة للدول التي معروفة الرصينة في العالم كتبت على مدى سنوات وكانت الأوضاع فيها مستقرة بشكل كامل وكتبها قانونيون وليس سياسيون بينما في العراق كتب في زمن الاحتلال كتب في زمن غير مستقر كتب على أيدي سياسيين أو ترجم على أيدي سياسيين وأقر على بواسطتهم وبالتالي المحافظات العراقية التي رفضت الدستور لم ترفضه لأغراض طائفية ولا عنصرية ولا سياسية أيضا رفضته من مبدأ من هذه المبادئ التي تحدثنا عنها أنه كتب في زمن الاحتلال كتب بأيدي سياسيين كتب على يد عملاء المحتل وفي ظروف غير مستقرة وبإشراف من زلماي خليل زاد الصورة واضحة للمدى هؤلاء الذين صوتوا على رفض الدستور في محافظات مينوى وصلاح الدين وضغداد والتأميم واليالة والأنبار وغيرها من أثناء المحافظات الأخرى الذين صوتوا على رفض الدستور كانت هذه القيم واضحة أمامه طيب أنتقل إلى الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من عمان أستاذ دكتور هلال مرحبا بكم عليكم السلام أصعد الله ورساكم بكل خير دكتور هلال هناك من يقول أن الخلل في عدم احترام الدستور وركنه على الرفوف واعتماد التوافقات السياسية في البلاد بين الكتل المختلفة هو سبب مأساة العراق هل تتفق مع هذا الطرح دكتور بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولضيفيك الكرام الأخوان العزيزين أصدر مصطفى والأصدر حسين ولمشاهدي قناة الرافدين والعاملين عليها الدستور والعملية السياسية هما نتيجة هما سبب وليست نتيجة حقيقة للاحتلال والاحتلال هو المسبب الرئيس الذي جعل من هذه أراد من هذه العملية السياسية ليرهن العراق ويضعه في زاوية الاختلال على مدى طويل ليستثمر هو ومن وعلاه ومن أتى معه والمشاركون في مؤتمر لندن تحديداً هنا وضع الصورة المرادة للعراق في مؤتمر لندن عام 2002 ومن شارك كان يدرك بأن الأمور سوف تحال بشكل أو بآخر إلى التقسيم الطائفي وإلى الشرعنة الطائفية وجعل لها غطاء وهذا الغطاء ما يسمى بالدستور فالدستور كما شار الزميلين العزيزين أنه كتب في زمن الاحتلال وهذا باطل وما كتب في زمن الاحتلال فكله لا يعتد به من الناحية القانونية ومن الناحية الإخلاقية لأنه كتب في تحت ضغط الاحتلال وحماية المحتل وبأمر المحتل وبالتالي فاقد العراق الاستقلال السياسي والاستقلال بشكل عام وهو بلد محتل فبالتالي كل ما يشئ من الاحتلال هو باطل الشيء الآخر أنه الوقت الذي كتب فيه أريد له تغييب جزء كبير من الشعب العراقي وتسليم الأمور باتجاه واضح إلى إيران وأتباع إيران فيها العراق إضافة إلى أن الدستور نفسه وضعت فيها ألغام كثيرة لا تستحل حكم بلد متعدد المذاهب متعدد القوميات فيها للعراق جعل المذهبية هي العنصر الحاكم ولهذا السبب تجد أن الذين ترجموا هذا الدستور ترجموه بما يملكون من عقد أيضا بأنهم أتوا من خارج عراق مدعومين من دول خارجية سواء كانت أمريكا أو إيران ووضعوا كل ما يتمنونه من عقد في هذا الدستور أثناء الترجم أو أثناء الكتابة لأنه الكاتب واضح يعني لا ننكر من كتب ولكن الذين ترجموا وضعوا فيه آليات غير قابلة للتطبيق الشيء الثالث أن الناس التي أتت بهم المحتل الأمريكي يعرف جيدا أنهم ليسوا أهل لقيادة بلد فبالتالي سوف لن يركنوا للدستور ولن يحترم الدستور حتى وإن كان في أحسن حال وفي أحسن لغة لأنهم وناس خارجين عن القانون أساسا لأن المحتل وأعوان المحتل لا يمكن أن يحترموا دستور بلد الذي يقاتلوني ثمان سنوات مع دولة أجنبية ويقاتل مع الجيش المعادي لدولتي وبالتالي يأتي ليحكمني كيف سيحكمني بالدستور بلد كل تأكيد لا نلاحظ أنه هذا الأمر حتى في الجانب الديني أدخل لو تلاحظ إثقارات الدستور وهي كثيرة مليئة بالألغام أنه الرأي الوحيد الذي ذكره في الدستور النغة المرجعية في النجاح طيب ما رأي المسيحيين ما رأي الرسنة ما رأي الآخرين لاحظ أنه هذا غيظ من فيض إضافة إلى المادة 140 الأقاليم التقسيم وضعوا كل ما يريدون أن يكبل العراق لفترة طويلة فيه هذا الدستور وبالتالي كل من شارك في العملية السياسية انتقذ الدستور لاحظ هم الذين قالوا نحن كتبنا الدستور وهم لم يكتبوا الدستور وهم الذين صوتوا عليه وأجبروا وزوروا على تزويره والقضية أصبحت ليس من التاريخ البعيد لكنهم الآن كلهم يقولون أن سبب ناسات العراق هو الدستور وهو ليست الدستور فحسب وإنما الدستور ومن أتى مع المحتل الذي شرعنا الدستور طيب أستاذ حسين الدستور الحالي تطرق إليها الدكتور هلال الديليمي الدستور الحالي لم يذكر أن العراق دولة عربية لكنه اكتفى بتعريف البلاد بأن العراق متعدد الأديان والقوميات والمذاهب وعضو في جامعتها العربية وجزء من العالم الإسلامي هنا في هذه النقطة هل ترسخت حالة التقسيم الطائفي والمناطقي في العراق؟ بالتأكيد المشكلة ليست في القوميات الأخرى الموجودة في العراق العراق مؤسس للجامعة العربية وليس عضو فيها عادي يعني هو أحد مؤسسية الجامعة العربية كان يفترض أن يكتب العراق جزء من العالم الإسلامي والعربي وعضو مؤسس في الجامعة العربية هذا هو النص الصحيح الذي يكتب المشكلة ليست في القوميات الأخرى الموجودة داخل العراق يعني تعترض على أنه العراق أن يكون عضو مؤسس أبدا الأغلبية في العالم في العراق هم العرب سواء كانوا سنة أم شيعة لكن أعتقد كانت المشكلة داخل بعض مكونات العربية في سلخ العراق من العالم العربي إلى الشرق لأن لا يوجد لديهم لا نفس عربي ولا ولاء للعالم العربي وهذه هي ما يطلق عليها الشعوبية الشعوبية هي أقوام تبغض القومية العربية وتعاديها كان من ضمن كتب الدستور كثير من الشعوبية وليست المشكلة مع الأكراد والتركمان الذين موجودين يعيشون في العراق لأنه لم يكن يوما من الأيام صدر من التركمان والأكراد والأيزيديين وغيرهم على نص أن العراق جزء من العالم الإسلامي والعالم العربي وعضو مؤسس في الجامعة لم نسمع هذه العبارة أطلقت في اليوم من الأيام نعم العراق تناسوها أم أغفلوها لا لا متقصدين من؟ نعم الذين كتبوا الدستور أبدا متقصدين العرب كانوا كثير من يحملون الفكرة الشعوبية إضافة للفكرة العرقي والقومي الذي أراد أن يصدخ العراق من عالمه العربي ويرتبط في الشعوبية التي تعاديها العالم العربي كانت مقصودة بدقة وليس مراعاة للقوميات الموجودة داخل العراق رسخ الدستور حالة التقسيم الطائفي والمناطق يعني شوف العراق بلد واحد يعني رغم تعدد جميع المكونات والمذهب اليوم بعد 15 عام من كتابة الدستور و17 عام من احتلال العراق ما زال العراقين يعيشون حالة واحدة بروح وطنية متجانسة إلا من كتب هذا الدستور حاولوا بشتى الوسائل لتقسيم العراق وتفتيته إلا أنهم عاجزون إلا حتى جغرافيا عجزوا أن تقسيم العراق ما زال في الجنوب يتعاطف مع الوسط والغربية وفي الشمال في أربيل والسليمانية متعاطفين جدا مع الموصل ولاحظنا حدث البارح الذي حدث في صلاح الدين كيف من الأكراد من ندد ومن التركوان من ندد ومن جنوب العراق من ندد الحالة الوطنية باقية ما زالت لكن أريد لها تقسيم هذا القرآن أستاذ مصطفى لنأخذ أحد أعضاء لجنة مراجعة بنود الدستور القاضي أحمد عبدالجبار الحسن والذي تحدث للعربي الجديد يقول بأن الدستور هو من أسوأ الكوارث لأنه رسخ لقاعدة الدين في إدارة الدولة وأيضا يحتوي على الكثير من الغموض في فقراته لكن في نقطة أنه رسخ لقاعدة الدين في إدارة الدولة من المستفيد من ذلك أستاذ مصطفى يعني هو لم يرسخ لقاعدة الدين في إدارة الدولة الدين جزء أساسي من الموروث العراقي ومن القيم السائدة في المجتمع العراقي والعربي والإسلامي بشكل عام هو رسخ لمفاهيم الطائفية وصلط حفنة من رجال الدين المعممين في النجف تحديداً وكبلاً على وجه الخصوص صلطهم على العراق ولذلك أنت ترى في كل منعطف يجري في العراق منذ احتلاله وحتى اليوم لا أحد يذهب إلى رأي أو يأخذ رأي مراجع الدين في الأديان الأخرى أو في المذهب السني ضمن الدين الإسلامي هم يذهبون إلى جهة واحدة الجميع يذهب الزوار العراق ممثل الأمم المتحدة وزراء السلطة في النظام على مدى الحكومات الرساء الوزارات إلى آخرين كلهم يذهبون إلى جهة واحدة هذه الجهة طائفية وليست مذهبية وليست دينية يعني هي لا تمثل كل الدين الإسلامي ولا تمثل كل شعب العراق بأديانه المختلفة لو كانت هناك رغبة في تسييد الدين أو منحه سلطة على الدستور أو على النظام الحكم في العراق لشكل مجلس يضم كل الرجال يعني أبرز رجال علماء الدين في العراق سواء من المذاهب السنية أو من البذهب الجعفري أو من الدين المسيحي أو من الدين الصابقي أو إلى الآخرين لكن الذي جرى هو تسييد لحفنة من رجال الدين الطائفيين الذين هم ليسوا عراقيين بالمناسبة يعني لو أيضا جرى لاحظة في هذه النقطة لاحظة أنه يجري استبعاد كل رجال الدين الشيعة من الأصول العربية بينما يتجه دائما إلى شخص أو إلى مرجعية كما تسمى كلهم أطراف غير عربية وغير عراقية ولا تحمل الجنسية العراقية بل أنهم رفضوا الانتماء إلى يعني الحصول على الجنسية العراقية عندما عرضت عليهم هذه قضية بالغة الأهمية لم يجري احترام الدين في الدستور العراقي وإنما جرى تسييد لطائفة حصرية محصورة من رجال دين مذهب معين وليس كل المذهب على الدستور العراقي وعلى كل النظام السياسي في العراق دكتور هلال أدعوك لسماعة ومشاهدة هذا المقتطف والتعقيب عليه رغم محاولات أطراف حكومية للدعاء بأن الدستور كتب بأيد عراقية وبشفافية ضياء الشكرشي النائب السابق عن حزب الدعوة والذي كان يعمل مقررا في لجنة كتابة الدستور آنذاك يقر قبل يومين أنه تعرض للضغط من قبل ممثلية مرجعية النجف في كربلاء أحمد الصافي بهدف كتابة وتثبيت فقرات تنافي الحقيقة وأيضا تخالف ما يحدث في الواقع لنستمع نقرر اللجنة الأولى لجنة المبادئ الأساسية ولكن بعد الجلسة الخامسة لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لأنه ضغط علي من أجل أن أكتم التقارير أو المحاضر بالواقع خلاق ما يحصل في اللجنة الدستورية يعني كان يطلب بني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة أو أحد ما قد أقر من الذي ضغط عليك قلت رئيس رئيس لجنة المبادئ الأساسية لجنة الأولى الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها من كان بالواقع ثم يطلب بني أن أسحبها كان السيد أحمد الصافي أحمد الصافي ممثل المرجعية كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية إذن مشاهدين الكرام ضياء الشاكرشي يقول بأنه تعرض للضغط من قبل ممثل المرجعية في كربلاء أحمد الصافي بهدف كتابة وتثبيت فقرات تنافي الحقيقة أيضا وتخالف ما يحدث في الواقع تعقيبكم دكتور هلال دكتور نعم معك تعقيبك دكتور على ما تفضل به ضياء الشاكرشي وهو كان مقرر في لجنة كتابة الدستور آنذاك حقيقة هذا واقع الحال في العراق ليس فيه الدستور وإنما في كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية وتشكيل الحكومات والإبعاد هذا وإدخال ذاك هذا الأمر أصبح واضح للشعب العراقي منذ البداية بأن المرجعية النجف تحديدا والأشخاص الذين أوكلت لهم هذه المهمة في تمزيق العراق والحاقه بإيران بشكل أو بآخر وعطاء الشرعية لكل من يريد أن يطبق المشروع الإيراني في العراق بمباركة أمريكية الأمريكان أيضا كان لهم دور كبير لا ننسى مذكرات بريمر عندما كان عن عدل المحادثات مع السستاني وكيف كان يخفي هذا الأمر وإلى آخره لكن في الدستور تحديدا عندما يتحدث الأخي الشكرشي بهذه الطريقة هذا ليس سرا وإنما أصبح معلنا للشعب العراقي بأن المرجعية هي التي أفسدت حال العراق وأن الدستور أعطاها السلطة المطلقة لاحظ في الدستور لا يوجد لكل المذاهب الأخرى في العراق ما احتراماتنا لأي سلطة في الدستور ما عدا المرجعية في النجف وإشارة إلى المذاهب الأخرى إشارة ولكن المرجعية تحديدا لها الدور القول الفصل في هذا إذا كانت المرجعية عراقية كما أشار الأخير لسارة مصطفى يجب أن تكون من ينظر بأمر العراقيين يجب أن يكون عراقي إذا كنا ننظر في وضع دستور للعالم الإسلامي وللمذهب الشيعي بالعالم نعم هذا الموضوع يخص المرجعية لأنهم يجب أن ينجزون دستورا لمذهبهم أو لمذهب يخص الشيعة بالعالم لكن نحن نتحدث عن العراق والعراق فيه الشيعي وفيه السن وفيه الصابي وفيه المسيحي وفيه القومي ولهذا السبب إعطاء هذا الدور بشكل فقرة دستورية هذا مخالف للقوانين والدساتير لأنه بالتأكيد راح يخلق حالة من الفوضى داخل البلد وهذه الفوضى حاصلة الآن لاحظ كل ما يمر العراق في مرحلة من مراحل الصراع مع الباطل تجد المرجعية هي من تؤيد الباطل وهي من شرعته في العراق وكل الدول تعرف بأنه الإهمال المتعمد للجانب الديني في العراق وربطه فقط بالمرجعية النجف تحديدا بغض النظر عن المرجعيات الشيعية الأخرى التي تعرض هذا الاتجاه إذن هناك تسييس واضح وجعل العراق في زاوية الانقسام دائما والمحابات أو التخادم بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في العراق وهذا هو لب المشكلة في العراق طيب أستاذ حسين السفير الأمريكي كان يصر على خلق هذا الدستور بفترة زمنية محددة كان الموضوع قضية رأي عام بالنسبة للولايات المتحدة على اعتبار أنها مرتبطة بالانتخابات الأمريكية وليس شأن عراقيا خاصا كيف تفسر ذلك؟ يعني الولايات المتحدة عندما اعتلت العراقيا غير مهتمة بمصالح العراق ولو كانت مهتمة بمصالح العراق كان سمحت العراقين أن يكتبوا دستورهم في وقت الاستقلال وفي وقت يحمل العراق سيادته لكن هذا الجداول التي جاءت فيها الولايات المتحدة بعد الاحتلال هي محتل لديها جدول زمني من الحاكم المدني ومن ثم إلى الدستور ومن ثم إلى انتخابات الأولى كل هذه الجداول كانت تفرض على الشعب العراقي سواء يعني بإرادة أمريكية لهذا السبب نقول أنه كتب الدستور في زمن الاحتلال وهو باطل إنجاز الدستور في ذلك الوقت سواء كان سريعا أم كان بطيئا لا قيمة له لا قيمة له الأصل أنه كان في زمن الاحتلال الولايات المتحدة لماذا ما الذي فعلته لحد الآن أكون لغز بالدستور العراقي يعني لماذا أصرت الولايات المتحدة أن تكتب دستور للعراق العراق كان دولة موحدة دستورية نقلت العراق من الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية لاحظ البندلاء العراق دولة اتحادية شون اتحادية العراق دولة موحدة كلمة اتحادية معناها نقل النظام من النظام المركزي إلى النظام الفيدرالي النظام الفيدرالي هو مفتاح مفتاح لتفقيق أي دولة موحدة عمليات حالة التمرد في النظام الفدرالي ما تعتبر حالة التمرد تعتبر تقرير مصير تقرير المصير مدعوم بالقانون الدولي لا يمكن أن يقمع هذه هي كارة المفتاح تحويل العراق من الدولة الموحدة والنظام المركزي إلى الاتحادي الفدرالي بمعنى هي فتح باب التقسيم ومن ثم تسليط الطائفين على العراق لكي يطلب المظلوم التقسيم ويحصل عليه أو لا يحصل يعني هي عملية محبوكة كاملة هناك أدوات وهناك مشروع الأقدر الأدوات تمارس هذا المشروع بحيث وصل بالعراق على أنه يريد صاحب المشروع أن ينفذ هذا المشروع ولا هؤلاء الأدوات القادرة أستاذ مصطفى يعني لنحاور أو لنناقش بشكل مستفيد على سبيل المثال الدستور مليء بالألغام ولكن دعنا نأخذ هنا مثلا على سبيل المثال المادة التاسعة من الدستور تحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة لكن لم يتم حل الميليشيات التي كانت موجودة قبل كتابة الدستور كانت هناك ميليشيا بدر والجيش المهدي والبيشمرقة وغيرها هنا لماذا لم يلتزم الشركاء بموضوع حل الميليشيات بشكل حصري أنا قبل أن أجيب على سؤال حضرتك أنا بدي بس ألاحظة من الناحية اللغوية ومن الناحية الدستورية العراق كان دولة واحدة وليست موحدة هناك فرق لغوي ودستوري في موضوع الواحدة والموحدة العراق تحول على يد الاحتلال من دولة واحدة مركزية السلطة إلى دولة اتحادية فدرالية كما هو منصوص عليه الدستور الحالي مليء بالألغام ومفصل على مقاس هذه العصابات التي تتحكم بالعراق منذ سبعة عشر سنة وأكثر لم يجري حل الميليشيات ماذا حصل؟ حصل أن ميليشيا على سبيل المثال إرهابية قاتلت العراقيين وقتلتهم وأشرفت على تعديد أسراهم في الثمانينات وفي التسعينات من القرن الماضي اسمها الميليشيا بدر فيلق بدر الإرهابي التابع للحرس التوري تم إلغاء اسم العسكري من فيلق بدر إلى منظمة بدر حول إلى منظمة سياسية من أحدها منظمات المجتمع المدني يعني كأنها منظمة خيرية تقوم بالأعمال التطوعية الإنسانية لإغاثة المواطنين العراقيين المحتاجين وبعد ذلك عندما شكل أو فعل هذا الدستور وبعد سنوات جرى إعلان صيغة الحشد الشعبي التي ترجمة حقفية بالكامل لكلمة الفسيج المعروفة في إيران والتي تعني التعبية الشعبية وبذلك عادت هذه الميليشيات كلها أسفرت عن وجهها عادت إلى تسمياتها ودخلت من جديد في تسمية الحشد الشعبي الذي منح صفة قانونية وأصبح نافذاً وقانونه أصبح نافذاً وأصبح تابعاً إلى القوات المسلحة العراقية كما تسمى ورئيس الوزراء هو القائد العام وأصبحت لهذه القوات المسلحة وأصبحت جزء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء هو من يتحكم أو من يفترض أن يقود هذه تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهكذا فهم خرجوا من الباب وعادوا من الشباك بهذه الطريقة التي تتلاعب بالتسميات وتضحك على ذقون العراقيين وإلا كل مثلاً ميليشيات الفيش ماركت أيضاً هي قاتلة العراقيين في السنوات الماضية عادت ودخلت إلى سلطة القوات المسلحة وأصبح رئيس أركان الجيش تخيل أن رئيس أركان الجيش أصبح عنصراً هارباً من القوات المسلحة في رتبة ملازم أو ملازم أول فبكر زيباري ليعود برتبة فريق أول ويقود هذه القوات المسلحة التابعة للسلطة في بغداد وكما قلت هو تلاعب وهو ضحك على ذقون العراقيين في موضوع الميليشيات أنا سأتحدث في موضوع آخر أيضاً في موضوع الألغام التي يحتويها هذا الدستور نحن في عام 2013 عقدت ندوة في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية المعروف اختصاراً بإسم راسام وبحوث هذه الندوة موجودة ضمن هذا الكتاب الذي يعني بين أمام المشاهد الكريم وعنوانه الإقليم والدستور الحالي نحن شاركنا ببحث في هذه الندوة يؤكد هذا البحث من قراءة الدستور ومن قراءة القوانين ويفترض أنه لا تعارض بين القوانين والدستور أنه حتى حسب هذا الدستور القائم وحسب القوانين التي شرعت بموجبه لا يمكن إنشاء إقامة أو إقامة أقاليم في العراق يعني هؤلاء الذين يتحدثون عن أقليم سني هؤلاء يتحدثون عن خيال حتى بحسب القانون القوانين النافذ والدستور النافذ في العراق وهذا أمر موجود في هذا البحث بشكل تبصيلي ودقيق لا يمكن إقامة الأقاليم يعني فهناك ألغام عديدة وهناك تناقبات عديدة وهناك ضحك على الذقون نعم أستاذ مصطفى وهناك على ذقون العراق طيب أستاذ مصطفى دعني أنتقل في هذه النقطة حصرا إلى الدكتور هلال دكتور هلال تفضل الأستاذ مصطفى على ذكر الأقاليم المادة العاشرة من الدستور الحالي تقول هذه المادة أو منحت هذه المادة إقليم كردستان حرية كبيرة في إدارة شؤونه بعيدا عن بغداد بما فيها الأمن والدفاع والاقتصاد والحدود وإدارة حقول النفط المنتجة تعتقد أن هذه المادة العاشرة رسخت للمشكلة التي تعيشها الحكومة اليوم في بغداد مع إقليم كردستان العراق وأولا الوضع في الدستور وفي فقرات الدستور جرى على طريقة توافقية صالح الذين اجتمعوا في مؤتمر لندن وتوافقوا على أن تتقاسم الأحزاب الإيرانية والأحزاب الكردية العراق وإبعاد الجانب الآخر أو تهميشه بشكل كبير إلى الحد الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه ولا إلا أن يدخلوا من دخل نال نصيبه من التهميش والإذلال كما هو معروف للعالم أجمع فبالتالي هذه الفقرة فقرة الأقاليين استخدمت في الجانب الكردي بشكل كبير ولم تستخدم من قبل الأطراف الأخرى لأن الوضع لا يسمح لهذا الجانب الأهم من هذا أنه لاحظ أنه كلمة الميليشيات أو الغير مسلحة أو العناصر التي هي لا تنتمي القوات المسلحة التي تسمى التحدث عليها هذا حقيقة مررت بقت كما هي ودمجت في القوات المسلحة ما يسمى بضباط الدمج وبقت هذه الميليشيات من حق مسلحة ولم تحل أن حلها وحولها لمدني هذا الكلام من ناحية الإعلامية لكن من ناحية الواقعيةهم يحملون السلاح ولا زالوا يحملون السلاح لحد الآن لو افترضنا من الجانب الآخر أي المكونات السنية الأخرى لو كان لديها مسلح واحد ماذا كان يفعل الدستور ويطبقون هذه المادة عن أن هذا هؤلاء شيء غير دستوري لكن المية واحد الميليشيات الآن أصبحت دستورية بقدرة قادر وهي مخالفة للدستور بنفس الدستور الأعور لكن لأنه المتحكم بالعملية السياسية وهم هذين الطرفين وخاصة الطرأ الأطراف الدولة العميقة التي أسستها إيران في العراق ودعمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فاعل لأن عملية تقزيم العراق لا تتم إلا بهذا التوافق هي التي تتحكم وهي التي ترسل إلى أن أصبحت الآن هذه الميليشيات عبأ على النظام السياسي في العراق وأصبحت خارج نطاق القانون والكل يدعي بمحاربتها ولكنها الآن هي التي تدير كل العمل السياسي في العراق والجانب الأمني والابتزاز الاقتصادي وتعمل بأمرة الدولة التي أنشأتها وليس بأمرة الدولة التي تدعمها ماليا حتى أمريكا أمريكا لحد الآن كانت تدعم الميليشيات المسلحة بحجة محاربة داعش بين قوسين تدمير المناطق التي أنشأت فيها المقاومة والآن هذه الميليشيات هي تضرب السفارة الأمريكية ويدعون المقاومة وبالتالي يخرج هنا رئيس الوزرالي يقول فلان مقاوم وهو بنصه يقول نحن نتبع المرجعية في النجف والمرجعية لم تجد مقاومة المحتل وهذا تسجيل مسجل له صوت وصورة إذن الضحك على قضية أنه الدستور يحتجون للدستور لما يتوافق مع مآربهم وينكرون الدستور لما يتعارض مع ما يريدون أو مع التوجيهات التي تأتيهم من الخارج وهذا واضح يعني في قضايا الاقتصاد والسياسة والميليشيات وفي الحروب الداخلية وفي قتل المتظاهرين الآن المتظاهرين هؤلاء ليسوا دواعش وليسوا من أهل السنة لماذا يقتلون ليلة نهار ويصفون من قبل الميليشيات هل هذا رأي دستوري ألا يوجد في الدستور نص يجيز بالمواطن والاحتجاج والتظاهر هل خرج المتظاهرون متمن من ثوار تشرين والمتظاهرين تشرين نعم الدكتور هلال أثرت نقطة مهمة بما يخص ثوار تظاهرات تشرين أستاذ حسين متظاهرون ثورة تشرين منذ البداية يعني هاجموا هذا الدستور وأيضا طالبوا بإلغاء بنود هذه الدستور هل هذا يؤكد أن الوعي عند هؤلاء الشباب أكثر تقدما وفهما من الطبقة السياسية الحاكمة في العراق هذا يثبت أنه أحزاب السلطة لا تمثل مكونات لأنه أغلب ثوار تشرين من مناطق الوسطة والجنوب وأدركوا أنه في هذا الدستور هناك من الألغام وهناك من التهميش والإقصاء وتقسيم العراق وتفتيته ما لا يحمد عقباء نعم فهذا يثبت أنه أحزاب السلطة لا تمثل مكونات لأنه أرادت الإدارة الأمريكية أن تقسم العراق وتجعل من هؤلاء ممثلين للمكونات فأثبت ثوار تشرين على أن أحزاب السلطة والقائمين على السلطة لا يمثلون المذهب أيضا في نفس الوقت ثوار تشرين وقبل ثوار تشرين العرب والسنة عندما رفضوا هذا الدستور كانوا يدركون أن في هذا الدستور الأخطاء الكبير بالمناسبة بعض القائل يقول لك أن هناك موجودة في حقوق إنسان هناك موجودة في حق التظاهر بموجودة التحددية هذه المواد وجدت ليس لتفعيلها بل لتمرير الألغام الموجودة فيها يعني حقوق الإنسان موجودة نعم كنصوص للسورية موجودة في العراق لكن أين تفعيلها على الأرض؟ أكثر إنسان منتاك هو الإنسان العراقي أكثر إنسان مغدورا به ومهجر ومهان في العالم العربي وأول هو الإنسان العراقي لماذا لا يفعل هذا؟ وجدت هذه المواد لتمرير تلك الألغام التي جعلت من العراق اتحادي فدرالي عضو بالجامعة العربية مثل هذه الكلمات التي ذكرت لهذا كل ثائر لا بد أن يكون لديه حس وطني وكل ثائر لا يمتلك حس وطني هو إما أن يكون فئوي أو عرقي أو طائفي أو إلى آخرين ثوار تشرين يملكون مشروعا وطنيا في مواجهة حزاب السلطة وأثبتوا أن هؤلاء لا يمثلونهم ولا يمثلون المذهب طيب أستاذ مصطفى المادة 76 من الدستور تشير إلى أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة بمعنى أن هذه المادة حولت وزير الدفاع إلى مجرد موظف إداري بلا صلاحيات هل كان مقصودا بذلك باعتبار أن المكون السني من حصته وزارة الدفاع هل هناك قصد في ذلك يعني في حكم العهد الوطني قبل احتلال العراق كان رئيس الجمهورية على مدى كل السنوات الماضية أو الملك في العهد الوطني الأول في مرحلة الملكية كان هو القائد العام للقوات المسلحة عندما جئ بهذا النظام المشوه الذي هو حقيقة نظام ممسوخ فعلا ولا يمثل للعراقيين ولا يمثل مصالحهم كمجتمع واحد عندما جئ بهذا الدستور المسخ تم اعتماد أن رئيس الوزراء الذي يجب ويجب هذه غير مكتوبة ولكنها متفق عليها من جميع الأطراف يعني من الطرف المسمى شيعي وهو ليس شيعيا والطرف الكردي وهو ليس كردي وهو ليس كرديا وطرف الديكور المسمى سني وهو ليس سنيا متفقا يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعيا وعني من أحزاب السلطة التابعة لإيران أو من ترشيحها كما هو جاري الآن مع مصطفى الكاظري هو ليس من أحزاب إيران ولكن هو من ترشيحها لأنه كما يعلمه أنا حصيلة اتفاق هذه العامري هو مقتدى الصدر الأرهابيين الذين يتحكمان بالعراب فنعم هو جزء منه تهميش لمنصب وزير الدفاع والجزء الأكبر هو إيجاد نوع من الدكتاتورية الطائفية لأنه كما قلنا أن هذا المنصب هو ليس منصب الشيعة وإنما هو منصب الطائفة الإيرانية ضمن المجتمع العراقي أو ضمن هذه الأحزاب العميلة التي استولت على العراق هؤلاء من يراد لهم أن يسيطروا على القوات المسلحة يعني بشقيها الأمني والعسكري وهؤلاء من يراد لهم أن يسيطروا على العراق كله وبالتنسيح طبعا مع الأكراد في الحزبين الكرديين العميلين في أربيل وفي السليمانية وهذا الذي يجري منذ 17 سنة أو على الأقل منذ انتهاء مرحلة ما يسمى بالاحتلال الرسمي في 2004 طيب أستاذ مصطفى بقيت أستاذ مصطفى بسؤالي الأخير لحضرتك بأقل من دقيقة ما هو الحل؟ الحل تغيير الدستور أو أطفاء بعض فقراته أو مواده؟ ما هو الحل الآن أمام الشعب العراقي وأمام الحكومات المتعاقبة؟ بأقل من دقيقة لو سمحتم سؤالي لا الحضرتك تفضل سؤالي تفضل حضرتك تفضل أستاذ مصطفى يعني الثوار في العراق سواء الذين انطلقوا في مراحل سابقة في اعتصامات اعتبارا من 25 أشباط 2011 ثم اعتصامات المناطق الوسطى والشمالية ثم هذه ثورة تشرين المباركة كلهم يطالبون بإسقاط النظام عندما يتحدثون عن إسقاط النظام ليس تبديل رئيس الوزراء ولا تغيير قانون انتخابي ولا حل البرلمان فقط إنما إسقاط كل هذه المنظومة التي جاء بها الاحتلال دستورها وقوانينها وشخوصها وحزابها وبرلمانها وكل إجراءاتها هذا هو الذي ينقذ العراق من كل الأزمة نعم هذا الأمر ليس سهلا لأن منظومة الفساد والإرهاب تجذرت في العراق خلال السنوات السبعة الشراء الماضية وبدعم عربي وإقليمي ودولي ولكن هذا هو الطريق الوحيد الذي ينقل العراقين كل ما عداه هو عملية ترقيع وخداع وبحك على الذقون واستمرار لعمليات الفساد والإجرام واستمرار لآلة القتل والإرهاب تعمل في رقاب العراقين والجريمة التي حدثت يوم أمس في قرية الرفيعات في ناحية الفرقاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين تؤكد هذا ومن قبلها عشرات ومعات المجازر التي بحق كل العرب أنا أشكرك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر شكرا جزيلا لكم دكتور هلال يعني بأقل من دقيقة لو تفضلتم بذلك إذا أردنا أن نبحث عن حلول ما هي الحلول من وجهة نظركم لتغيير هذا الدستور هل سنكتفي بالتظاهرات التي تطالب بإلغاء هذا الدستور وبالتالي يجب أن يكون للشعب كلمة واحدة ضد هذا الدستور الملغم بالفقرات والأخطاء الكثيرة العملية السياسية كلها يجب أن ترفع هذا القدر الفاسد يجب أن يرفع كله عن فضل العراقيين العملية والدستور وأشخاصه وأحزابه ومن حكم بها ومن التحق بها لأنه القضية أنه أن تتغير الدستور وتبقى كل هذه الكتة القائمة والأحزاب قائمة ما عملت شيء لأنه إذا كان الرب الذي يدير العمل فاسداً والدستور صالحاً النتيجة كارثية وإذا كان الدستور فاسداً والمتحكم بالعملية السياسية فاسداً فالنتيجة كارثية يعني الصلاحية هنا قدر فاسد كل ما فيه فاسد دستوراً وأحزاباً وكتلاً وقرارات وما بني على باطل فهو باطل إذن الحل أمام العراقيين هو رفع هذا القدر الفاسد عن صدر العراقيين بالكامل أنا أشكرك هذا هو الحل شكراً الدكتور هلال الديليمي الكاتب والباحث السياسي حدثنا عبر الهاتف من عمان وأستاذ حسين بأقل من دقيقة الحلول في عملية تغيير الدستور على ماذا سنعتمد في ذلك عندما تكتب الدستور يجب أن تأتي بنظام سياسي جديد لا يمكن أن من كان سبباً يكون هو الحل يعني بعض من شارك في كتابة الدستور ومن هو ما زال في العملية السياسية يطالب بتعديل الدستور هذه كلمة حق وراد بها باطل وهذا يجب أن ننتبه لها نحن كعراقيين من كان سبباً لن يكون هو الحل حتى تلغي الدستور لا بد أن تأتي بنظام سياسي جديد هو من يكتب الدستور نظام وطني نظام وطني نعم نظام وطني هو من يكتب الدستور وكل هؤلاء لا يمكن أن يؤتمنوا على تعدل الدستور هؤلاء لديهم مشكلة واحدة بعض مواد في الدستور من حقوق إنسان كده يريد أن يشيلوها وينقلوا إلى نظام رئاسي حتى يتولوا أمر العراق كاملة على أسس طائفية هؤلاء يجب أن ننتبه لهم لا يكتب الدستور إلا نظام سياسي وطني جديد أنا أشكرك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي شكراً جزيلاً لكم مشاهدين الكرام الشكر موصول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة